اشتركوا في القناة توفير انسب الظروف للراغبات في هذا الامر لمدهم ببرنامج صحي مناسب قبل الحمل اصدر رئيس تونسي قيس سعيد امر رئاسيا يقضي بانهاء تكليف انيسا الوسلاتي بمهام ولاية السفاقس كما اصدر رئيس تونسي امر رئاسيا يقضي بانهاء تكليف لجم الدين الاكحل بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بواشنطن جدد مجلس الوزراء السعودية تأكيد على وقوف المملكة الى جانب كل ما يدعم امنى واستقرار تونس وخلال الاجتماع الافتراضي لمجلس الوزراء السعودي برئاسة العاهلة السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز تم التأكيد على ثقة السعودية في قيادة تونس لتجاوز ظروف التي تشهدها وبما يحقق العيش الكريم لشعبها وازدهاره ودعوة المجتمع الدولي الى الوقوف بجانب تونس لمواجهة تحدياتها الصحية والاقتصادية يحيي اللبنانيون اليوم الذكرى السنوية الاولى لانفجار مرفأ بيروت الذي وقع في الرابع من اغسطس عام الفين وعشرين واسفر الانفجار الذي حدث نتيجة اشتعال شحلة كبيرة من مادة نترات الامونيوم عن مقتل اكثر من مئتي شخص واصابة المئات كما تسبب في دمار ضخم في المرفأ واحياء في محيطه هذا وطالت اضراره معظم المدينة وضواحيها دعا رئيس لبناني مشلعون القضاء في بلاده الى التحقيق في انفجار مرفأ بيروت حتى نهاية كي يتنكشف الحقائق وتتحقق العدالة مضيفا انه لا عذر لأحد في منح نفسه اي تحصانة كي لا يوفر لتحقيق كل المعلومات المطلوبة لمساعدته في الوصول الى مبتغاه هذا وقال عون انه سيسعى مع رئيس الحكومة المكلف نجيم ميقاتي الى تذليل كافة العرقل في وجه تشكيل حكومة انقاذية وفقا لمقتضيات الدستور يترأس اليوم الاربعاء رئيس الجزائري عبد المجي تبون اجتماعا المجلس الاعلى للامن في البلاد وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان لها ان الاجتماع الدوري للمجلس الاعلى للامن يخصص لدراسة ومتابعة الوضع الامني العام والحالة الصحية في البلاد وكذا التحضير للاستحقاقات المحلية المقبلة ينطلق اليوم المؤتمر الدولي الثالث الذي تنظمه فرنسا والامم المتحدة لدعم لبنان تزامنا مع ذكرى السنوية الاولى لانفجار مرفأ بيروت يهدف المؤتمر الذي سيعقد عبر تقنية الفيديو الى جمع مساعدة عاجلة بقيمة 350 مليون دولار للاستجابة لحاجات السكان ويشارك في المؤتمر الرئيس الامريكي جو بايدن الى جانب نحو 40 من زعماء العالم شبه حريقنا كبير في الغبات قرب منطقة صناعية على مشارف العاصمة اليونانية اثناء وتسبب في تعطيل خطوط السكك الحديدية ودفع السلطات الى اغلاق جزء من طريق سريع هذا ويكافح ما يزيد على مائة من رجال الاطفاء وخمس وثلاثين مركبة وتسع طائرات النيرانة وسط درجات حرارة شديدة في اسوأ موجة حارة تشهدها اليونان منذ اكثر من ثلاثين عاما للمزيد من الاخبار يمكنكم متابعة موقعنا على الانترنت كما يمكنكم متابعتنا على موقع تواصل اجتماعي فيسبوك تويتر انستجرام ويوتيوب